احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله وليه الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم اما بعد احبتي في الله وحييكم اينما كنت في ارض الله بتحية الاسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه حلقة جديدة مع البيوت الامنة مسأل الله سبحانه وتعالى ان يؤمن بيوتنا من شياطين الانس والجن وان يهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وان يجعلنا وياكم للمتقين اماما هو ولي ذلك والقادر عليك احبتي في الله لو سألنا اي انسان عربي يعيش من المحيط الى الخليج ومن الشمال الى الجنوب ايهم افضل ايهما افضل من الاخر الذكر ام الانثى يعني جل الرجال والذكور العرب سوف يقولون ان الذكر افضل من الانثى حتى ان بعض الزوجات اذا انجبت ثلاث بنيات او اربع بنيات وانجبت الخامسة فكأن ما تأتي قريباتها لا للتهنئة ولكن كأنهن يعزينها في هذا المكروه والمصاب الكبير ويقولن لا سوف يعودك الله خيرا وسوف يرزلك ان شاء الله بكذا وكذا وكأن هذه المرأة بيدها انها تصنع او تتحكم في مسألة من يأتي ذكر كان ام انثى وبعض من النساء وبعض من الاناث بما وقع عليهن من غبن في عاداتنا وبعاداتنا وتقاليدنا العربية الغريبة البعيد بعضها عن كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم ان بعضهن سوف يقول ايضا ان الذكر افضل من الانثى هم الذين يحضرون الجماعات ويحضرون مجالس العلم يذهبون الى المساجد نحن لا نذهب يذهبون الى الاعمال ونحن لا نذهب وهذه ليست لا من قريب ولا من بعيد لها صلة لا بكتاب ولا بسنة ولا بسيرة السلف الصالح الحديث اليوم معكم ان شاء الله عن قضية الذكور والانثى في عالمنا العربي الاسلامي اولا رب العبادة سبحانه وتعالى لما خلق الزوجين الذكر والانثى لم يذكر في القرآن اي نوع من التفاضل بين الطرفين لم يذكر لم يذكر ان هناك الذكر افضل من الانثى او الانثى افضل من الذكر ليه لان التاء التأنيث تأتي لمجرد تعريف الهوية لطبيعة المرأة يعني هذا مدرس او معلم وتلك معلمة معلمة التاء المربوطة دي لانها يعني تعريف جنس يعني تعريف ان هذه امرأة او هذه ابنة او هذه انثى فقط لكن هل معنى ذلك ان الذكر مفضل على الانثى من الذي قال من الذي قال كل له مهمته وكل يجب ان يقدم دوره وسبحان الله العظيم دائما دائما يعني المجتمع العربي مجتمع عجيب بقيت اثار من الجاهلية فينا يعني اذا بشر احدهم بالانثى ظل وشوه مسودا وهو كظيم وفي بعض الرجال يغضبون من المرأة انها تنجب اناث فقط ويبحث عن زوجة اخرى تنجب له اولياء عهود او يعني من ينوبون عنه في قضية الذكر وحمل الاسم واسم العائلة والى اخره ولعل واحدة من السلف عندما انجبت الاولى والثانية والخامسة والسادسة ذهب زوجها ابو حمزة وتزوج من امرأة تنجب له اولادا وترك ام البنات ولاقته بقدر الله في السوق لا يقول المسلم قابلته صدفة ليس هناك في الاسلام صدفة هنا فيه الفاظ احيانا يعني نقولها ولا يعني نهتم لها او يعني لا نحيلها على عقولنا وافكارنا شو يقول قابلت فلان صدفة ليس في الاسلام صدفة لما قابلت فلان قدرا او بقدر الله سبحانه قدر الله الغالب ولا يجعلني القاك ويجعلني اقابلك ويجعلني التقيك لكن مسألة الصفة هذه ليست ليس مصطلحا شرعيا ولا مصطلح اسلامي ولا يجب ان يكرره الانسان على لسانه تقول هذه الزوجة ام البنات مال ابي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا غضان ان لا نلد البنين والله ما هذا بعيب فينا ان كالارض لزارعين ننبت ما قد يضع فينا اما بنات واما بنينا اذا المرأة لا دخل لها بقضية ان تأتي بذكر او بانثة لان الله يهبوه لمن يشاء اناثا ويهبوه لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما حتى ان القرآن لما خاطب العربة عندما نزل خاطبهم على طريقتهم ولأعظم نوع من الخطاب ان تعطي الذي امامك خطابا على قدر الارض التي يقف عليها والقدر الفكر الذي يعني يعتنق ولكن يصحح الاسلام المفاهيم لما قال رب العبادة على الزوجات المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير امده كان كلمة البنون لا تقصد يعني كلمة البنون في اللغة لا تضم الاناث وانما تضم الابناء الذكور وكأن المال والبنون عند الرجل العربي هو رقم واحد الموضوع الانثى ده مع ان العجيب ان البيت اللي ليس فيه انثى فيه جفاف الذكورة يعني تجد ان الاخوة الذكور ليس عندهم اخت البيت فيه شيء من يعني احيان من الجفاف او من القسوة اذا جاءت بنتها هي ريحانة البيت زهرة البيت يحنوا عليها الاب وتحنوا عليها الام ويحنون على اخوتها حنون على الكبير منهم والصغير فالكبير تعتبر انه صديق لها اخوها والصغير الاصغر تعتبر انها ام مسؤول عنه فواذا يعني مرضى الاب التي تقب بالجوار هي ابنته ابنه سبحان الله شلة وله اصدقاء وله مجلس معين يذهب اليه لكن البنت جالسة في البيت بطبيعتها لكن اراد الغير ان يحولنا بطريقتين اثارة النعرات العاداتية او التقاليد التي كانت ناشئة في مجتمعنا العربي قبل الاسلام ثم جلب هذه الافقار العجيبة التي تريد ان تخرج المرأة من ملكتها الخاصة كام وراعية ورب البيت ومديرة للبيت ومربية وقدوة وحنونة وصدر منشرح واستقبال الرجل الذي يأتي من العمل متعبا مجهدا وتسمع كلام ربها وقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرج جنكما من الجنة فتشقى ليخرج جنكما انت يا ادم انت وحواء فتشقى انت منفردا لان الشقاء ليس ابدا على حواء لان حواء غير مطالبة بشبكة غير مطالبة ان تأتي بمهر غير مطالبة بدفع تكريف حياة غير مطالبة بتأتيز بيت غير مطالبة ان تشتري اغراضا غير مطالبة ان تضع من مالها حتى وان كانت غنية ان تضع من مالها في انفاق البيت يجوز لها ان تعطي زوجها من زكاة مالها لأنها غير مكلفة بالانفاق عليه إذن كل هذا هي غير مشؤولة ماديا سبحان الله فرب العبادة عز وجل يعني المسلمين إذا بعدوا عن دين الله أصبح يتنازعهم أمران العولمة الوافدة لإخراج المرأة من حصنها الحصين بيتها وأيضا التقاليد المرعية التي نحن ننظر إليها نظرة وكأنها شرع من الشرائع أو دين نتعبد رب العباد سبحانه وتعالى به بدليل أن بعض العائلات إلى اليوم تأكل ميراث البنت بعض العائلات إلى اليوم لا تورث البنات بعض العائلات إلى اليوم إذا مات الزوج المرأة وعادت إلى وترك لها أولاد وجاء من يخطبها من الذي يقب في وشها إخوتها الذكور لا 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 عيب أنت خلاص جربت حظك مرة فلخلاص رب الأولادك سبحان الله وربما تكون المرأة في حاجة إلى أن يسد له يؤنسها ربما تريد إنسان سبحان الله يعيش معها تقطع سخف واحد إذا كبرت في السن أو غير ذلك إذن قضية الموروث الذي نرثه هذا يتحكم كثيرا في أسلوب حياتنا أكثر مما يحكمنا شرع ربنا سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خارجه فنحن نريد أن ننحي من تقاليدنا وعاداتنا ما لا يتغافق مع الكتاب والسنة هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني يجب أن نصد ونرد ونرفض هذه الأفكار الوافدة التي تأتي إلينا يعني إخراج المرأة يعني سبحان الله العظيم من بوتقاتها ومن معلمها الكبير ومن مملكاتها الخاصة التي كانت جدتي وجدتك ما كثى فيها على عرش بيتها عندما يأتي الزوج ثائرة من الخارج هي تهدئه ضيق الصدر صدر ينشرح عند زوجته إذا كان يأتي حزينا يفرح بوجود زوجتي وأولادي لأن الأنس والرفق في البيت لكن إذا يعني انفعلت المرأة وخرجت من دارها وتعبت عشر ساعات خارج البيت بالله عليه أنت تحصل على كيان مهدم أو كيان مهلهل أو بقية أنثى موجودة في البيت تجد أنها تتعب كما تتعب أنت والقوة العضلية عند المرأة بطبيعة الحال ليست كالقوة العضلية التي عندك كرجل لماذا؟ لأن الله خلقها ضعيفة وورد في الأثر عندما تولد البنت يعني كأنما رب العباد يخاطبها ضعيفة خلقت من ضعيفة أشهدكم يا ملائكة أن منعالها أعوله حتى يموت ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني رب ثلاث بنيات وأحسن تربيتهم كنا حرزا له من النار ورجل الديارس عند الحديث صلى الله عليه وسلم يقول واثنتان يا رسول الله قال واثنتان قال رجل أخر وواحدة يا رسول الله قال وواحدة يعني أنا يكون عندي بنت واحدة وأحسن تربيتها ووصلها إلى بيت زوجها حتى يدعو لي بالخير ويقول بارك الله في عمي بارك الله في وارد زوجتي هو الذي أحسن التربية هو الذي أعطاه هذه المفاهيم الجميلة سبحان الله فإذن رب العباد سبحانه وتعالى يعني يعني الذي خلق الأزواج فسبحانا الذي خلق الأزواج يقول لها مما تنبت الأرض سبحان الله ومن أنفسهم ومما لا يعلمون يعني قدم رب العباد عز وجل النبتات وما تنبته الأرض على خلقة الإنسان ومما لا يعلمون مما لا نعرف دليل على أن المساواة موجودة بين الأصلاف لأن الله عز وجل لم يميز ذكرا عن أنثى ولكن ميز الوظائف ميز المهنات الرجل لها وظيفة والمرأة لها وظيفة الذكر له وظائف والأنثى لها وظيفة أما إذا أدخلنا المسائل في بعضها حتى النوعيات الدراسة الجماعة بتوع علماء علماء النفس وعلماء الاجتماع يقولون أن يجب أن بنت تدرس مواد غير ليدرسها الولد لكن من درس هذه كتلك ما علاقة أن البنت تدرس مثلا يعني مواد معينة زي الهندسة الميكانيكية أو عالم المناجم وما فيه من متاعب واستخراج البترول والمعادن من جوف الأرض هذه طبعا عمرية شقة بالنسبة للمرأة لكن بالنسبة للرجل يتحمل أن يبيته خارج البيت يتحمل أن يعيش في الصحراء يتحمل أن يصعد الجبل لكن ما نراه من أمور استثنائية لا يقعد عليها قواعد أمر طبيعي أمر طبيعي ولذلك يعني نحن نريد أن نعيد أنفسنا مرة أخرى وأسرنا إلى قضية يعني قضية الأساس الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك طيب ما الذي يترتب على ما وصل إليه الغرب إخواننا في الإنسانية من موضوع المرأة المرأة كان في الغرب لها قضية أما نحن في شرقنا العرب والإسلامي ليس المرأة قضية لماذا؟ لأن المرأة عندنا كمسلمين وعرب هي أمي التي يجب بالره حياة وميتة وخالتي التي هي من رائحة أمي وخالي الذي هو أخل أمي واجب أن أصله وبعدين المرأة هي زوجاتي التي واجب أن أصونها ابنتي التي يجب أن أربيها تربيع حسنة وأحنو إليها وأحتضنها سبحان الله الأخت التي واجب أن أصلها وأن أتودد إليها وأن أقترب منها إذن عندنا المرأة هذا الإطار أم وجب برها وطاعتها والترحم عليها إن ماتت زوجة وجب رعايتها اللي من طرف الأم كانت خالة أو خال الأخت التي هي من ناحية أبي وأمي البنت التي هي فلدة كبدي التي أخشى عليها من أذى الكلمي هذه المرأة عندنا إذن ما عندناش قضية ما القضية فين؟ القضية عند الآخر وسوف أتحدث عن قضية الآخر ولكن بعد هذا الفاصل كي نواصل إن شاء الله كنوا معي بعد الفاصل إن شاء الله أهلا بكم مرحبا بكم أحبة في الله مرة أخرى ومع البيوت الآمنة وليس الذكر كالأنثى طبعا بعض الناس يفهمون هذه الكلمات وليس الذكر كالأنثى وهي كلمات قرآنية من كتاب ربنا الخالد الذي لأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن الأنثى شيء والذكر شيء هذه في المهمات وليس في الحقوق والواجبات لا في المهمة في أداية المهمة هذه تركيبة لها مواصلاتها الخاصة طيب فلقفنا قبل الفاصل أن عندنا في شرقنا العربي المسلم ليس هناك مشكلة للمرأة نحن الذين لما سمعنا للغرب بدأ البعض من نسائنا يتعاملنا مع الرجال إن كان أب أو زوج أو أخ أو غيره أو مدير في العمل معاملة الند للند ومعاملة رد الفعل في أن بعض تقاليدنا ومورثاتنا كما قلت في البداية تصغر من شأن المرأة فتبدأ المرأة تتعامل مع شيء من العدوانية كرد فعل للحفاظ على حقوقها التي ضيعتها بعض التقاليد وضيعتها بعض العادات وحفظتها لها شريعتنا الغراء لكن لما نحينا الشريعة جانبا ونحينا حدود الله سبحانه وتعالى ونحينا من الأوامر والنواهي أصبح المرأة فعلا أصبح لها قضية وقضية تضييع حقوق بعض الأجوال لها كما أنها هي أيضا ضيعت حقوق الزوج وحقوق الرجل عندها عندما نسيت كتاب ربها ونسيت كلام نبيها صلى الله عليه وسلم الغربة عنده كان عنده مشكلة في المرأة وما زالت وما هي في البداية كانت المرأة الغربية في من مئة عام تقريبا أو أكثر قريبا كانت لا تنتسب إلى التعليم العالي يعني تصل إلى المراحل قبل المتوسطة ويتوقف ولا تدخل إلى مدارس المتوسطة ولا إلى الجامعات وبعدين بدأوا يعني الماسونية العالمية والذين يخططون لهدم القيم عند الناس بدأوا يخططوا ويصنعوا للمرأة مشكلة كيف أنها لا تكون تعليمها واجب أن تكون تعليمها نحن قبل نقطة نقطة نحن عندنا العلم فريضة على كل مسلمين ومسلمين نطلب العلم ولو في الصين وكانت الصين بالنسبة للمدينة في هذا الوقت هي أبعد أرض يعني يستطيع أن يدركها إنسان سبحان الله وهذه دعوة كريمة من النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم بابه مفتوح إلى بلاد الصين وآخر البلاد للرجل أيضا وللمرأة للذكري وللأنثى إذن الغرب هو الذي استيقظ متأخرا فصير هناك مشكلة للمرأة نحن ليس عندنا مشكلة للمرأة بالبالعكس الجنة تحت أقدام الأمهات من فرح أنثى كان كمن بكى من خشية الله عز وجل سورة طويلة في القرآن سورة النساء سورة النساء الصورة هي سورة الطلاق سورة التحريم وما فيها من حقوق وواجبات سورة الحجرات وما فيها من حقوق وواجبات سورة مريم وهي ذكر امرأة عظيمة كنموذج عظيم للمرأة سبحان الله أمهات المؤمنين وهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم وما كانت هنا لستن كأحد من النساء هذا تقدير الإسلام للمرأة أما الآخر فلم يقدر المرأة فعمل لها مشكلة فمشكلة التعريم الأول والذين تدخل يعني أرقى المرأة وتدخل للجامعة دخلوا البنت الجامعة وبعدين الغيرة بدأت تتبخر عندهم يعني الغيرة دي فطرة الغيرة فطرة فما طمسوا الفطرة طمسوا هذه الفطرة فلما تطمس الفطرة تجد أننا حيوانات سائمة ولعياذ بالله رب العالمين إلا من رحمة رب فلما صاروا لها مشكلة تخرجت من الجامعة بدأت تطالبوا أن المرأة تشارك زميلها الرجل في العمل طيب ما عندنا العمل المرأة تعمل لضرورة والمرأة تعمل كطبيبة النساء وطبيبة أطفال وتعمل ممرضة وكنا نرى رفايدة أول ممرضة في الإسلام عندما كانت تداوي الجرحة ونسيبها بنت كعب وأم حرم بنت مرحان وكل هؤلاء كنا يداوينا الجرحة في الحروب ويخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذه العمل لضرورة مش مشكلة هو عندهم لما المرأة بدأت تعمل بدأ يعطو المرأة نصف راتب الرجل هي تعمل نفس الساعات ونفس العمل الشاق وبعدين بدأ يلتقطها الرجل خارج البيت خارج المملكة بشيء من أدب الحياة بدأ الحياة تبخر إحنا كنا حتى نرى لو حتى الذين يعني تستهويهم الأفلام يعني حتى في أفلام العشرينات والثلاثينات اللباس طويل عند الغرب الأمريكي وعند الأوروبيين المجرجر إلى الأرض شيء يستر الشعر وتخرج إلى المرأة وعندها حياة وعندها أدب لا تخال فكان هذه الفطرة طبسة الفطرة بدأ الماسونية العالمية تعمل مشكلة أخرى تقول كيف أن المرأة تعمل نفس ساعات الرجل وتأخذ نفس الراتب بدأ يعملها مشكلة المطالبة بتسوياتها مع الرجل طيب بدأ يستورها مع الرجل قال لا وهو لازم تعملها تنظيم لازم فيه تنظيم زي نقابة زفع عن حقوقها فصيروا لها مسألة النقابة قالوا كيف يكون لها نقابة هذه امرأة ولغاية سنة 1860 تقريبا لم تكن الذاكرة بيعت امرأة في لندن بستين سنت يعني إذن كانت تباق يعني إذن هؤلاء الذين لأنهم استيقظوا متأخرين وما زالت طفولتهم والحضرية تراود بعضا منهم إلى الآن يعني هو الرق قد انتهى من العالم كله وأنهى الإسلام بطريقة عجيبة جدا وهذه من معجزة الإسلام أليس من الرق الآن أن توضع المرأة كمادة إعلانية على علب الزينة أو المكياج أو المجوهرات أو المحلات أو في الإعلانات في وسائل الإعلام المختلفة وتجد أن يبيع مثلا برد معين أو قلب معين تجد امرأة عارية إعلقة المرأة العارية بالقلب ده شيء يعني ألم في ألم سبحانه طب لماذا ما علاقة هذا بذلك واحد أنت تعرض موقف غاز معين ما علاقة هذه المرأة التي نسيت أن تلبس ثيابها أن تقب جوار الموقف اللي تغريك أو ما علاقة بيع الهاتف المحمول أو غيره وأن تمسك امرأة يعني لا يستروا جسدها الشيء يعني إذن أليس هذا رقا أليس من الرق هاتيك العارضات الأزياء التي يتأرجحنا يا من التونسر أمام العون الضامئة والناظرة وإذا تكلمنا قالوا أنتم نياتكم سيئة وأنتم تنظرون نظرة غير طيبة وغير يعني النظرات خبيثة ونظرات نحن الذين ننظر يعني سبحان الله من الذي يعرض سبحان الله أليس هذه الصورة من صور الرق سبحان الله المليارات التي سبحان الله يقتسبها الغرب من تجارات محرمة في النساء سبحان الله العظيم أليس هذه صورة من صور الرق نحن الذين ظلمنا المرأة بالعكس نحن الذين أعدنا إليها حقوقنا نحن الذين حررنا المرأة في عصر الرسالة نحن الذين أرجعنا الحقوق للمرأة التي خلقها رب العباد سبحانه وتعالى عظمة القرآن أن آدم وحواء كلاهما أكرى من الشجرة وكلاهما عصى رب العباد سبحانه وتعالى وقال ربنا عند الكلام عن المعصية قال ربنا وعصى آدم ربه فغواه من شدة احترام القرآن للمرأة أنه ما ذكر معصيتها بل بالعكس ذكر معصية الرجل يعني آدم أكل وحواء أكلت أبونا آدم أكل من الشجرة وأمنا حواء أيضا ارتكبت المنهي كما ارتكبه أبونا آدم لكن لما جاءت المعصية فلما أكل من الشجرة أم الاثنين لكن جاءت المعصية قال ربنا وعصى آدم ربه فغواه لم يقل القرآن وعصت حواء ربه لماذا؟ لأن الإسلام يكرر من مرأة والقرآن يكرر من مرأة ويضعها مصونة العرض مصونة حتى وإن أخطأت يعض القرآن أو اللفظ القرآن العجيب يتكلم عن عصيان الرجل ولم يتكلم عن مع أن كلاهما عاصي وعاصى آدم ربه فغواه ثم اجتباه فتابع عليه وهدى قلنا اهبطوا منها جميعا إذن عند الكلام عن المعصية ذكر آدم فقط أليس هذا تكريم للمرأة أمام هذا العري الذي أو التجارة بالأعراض وبعرض المرأة أليست هذه صورة من صورة لقيقة وتضيح حقوق المرأة سبحان الله يعني أليست بيوت الأزياء وبيوت الموضة والألوان التي كل سنة هذه السنة الموضة أحمراء كله يصطوغ بالأحمر السنة دي اللون بنفسي كله يصطوغ بالأحمر اللون أسود أسود وعادة بالله رب العالمين فيسيرهن كما وهذه البيوت أزياء يعني سبحان الله يعني تكتسب ولا أقول تكسب تكتسب مليارات من الفروء الأموال الحرام التي لا بركة فيها تحت عنوان إخراج البرأة من يعني سبحان الله حتى وصلت العدوى إلى بلادنا الإسلامية تسير في شوارع بعض البلاد الإسلامية فتجد أن حلاق حريمي أو كوافير حتى بلغة غير لغتنا تجد أن رجلا يلعب بيده في شعر مرأة غير أجنبية ويزينها للناظرين حتى يراها رائح والغادي وهو رجل سبحان الله لا قيم لا مبادئ لا أخلاق سواء كان هو هذا الكوافير أو الحلاق وإن كان الزوج أو الأب أو الأخ أو الإب الذي أوصل أنثاه إلى هذا المكان أليست هذه كلها إهدار لكرمة المرأة ويعيبون على هذه المنقبة وهذه المحجبة يعني بالله عليك من الذي يعيب على من يعني نفس قضية فرعون مع موسى إني أخاف أن يبدل أدينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد نفس قضية قوم لوط معلوط أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون أو سورة المطففين إن الذين أجربوا كانوا من الذين آمنوا يضحكونوا وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم وانقلبوا فكهين إذن هذه سنة الله في الكون سنة أن الإنسان يعني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لا بما أنزل الله عليهم من إفساد الله لا ينزل إفسادا الله ينزل إصلاحا الله ينزل تقويما الله ينزل هداية الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا نحن نحن الذين قمنا بهذا قمنا بهذا الإفساد إذن الغرب بلو مشكلة حقيقة مع المرأة إحنا ليست عندنا هذه المشكلة البنت في الغرب إلى الآن أو يعني الآن بعد يعني ما زرعت الماسونية هذه الفوضى إذا وصلت سن خمسة عشرة أو سنسة عشرة ولم تصاحب ولدا يعرضوها على الطبيب النفسي إحنا الحمد لله بناتنا ما زال الحياء عندهن وما زال الخفر وما زال أحمراء الواتش وما زال الأدب وما زالت البنت بفضل الله إلى أن يأتي ابن الحلال ليطرق الباب ونسأل عنه ونسأل عن خلقه وعن دينه الحمد لله إحنا ما زالت قيمنا الحضارية موجودة ولا نريد أن نهزها أكثر من ذلك ولا نريد أن نتتبع هؤلاء في الأزاء والموضة والكالثة الكبرى في هذا التشبه الذي نراه بعض من شبابنا لو رأيتهم بعيد ربما نظر يكون ضعيف حالات كده أتشكك هل هذا ولد أم بنت لطول شعره أو لباسه الضيق أو لشيء غريب يعني يقول يا ربي ويخلق ما لا تعلمون لا حول ولا قتل هل يترى رجل هذا أم أنثى والبنت نفس القضي تقصر شعرها وتلبس بنت طال أو سروار كما يلبس الولد وتنشي هكذا كأنها رايحة مباركة كمال أجسام وليس هناك حياء ولد هذه مصيبة كبيرة فإذا وفق منهج الفوضى التي وضعها الغرب الغرب الآن ما الذي حدث الغرب الآن يريد أن يجمع الأسرة مرة أخرى في الأسرة الموجودة يريد أن يجمع احترام الولد لأبيه أين هو الولد عندهم 15-16 سنة أو البنت يعني يترك الأب والأم ويذهب لي يعيش في أي مكان تحت أي بند وتحت أي أسلوب وربما يأتي إلى أبيه وأمه كل سنة مرة في يوم عيد أو غيره ويعتبر أن هذا يعني منتهى البر لكن والحمد لله ما زالت قيامنا الحضارية أننا لا نستطيع أن نتزوج إلا إذا أخذ العريس معه أبو أخذ أمه أخذ عمه أخذ خاله هذا أخوه الأخاه الأكبر بفضل الله ما زالت الأسر قائمة إذا مات لنا ميت الحي كله بفضل الله والمدينة كلها والبلد كلها تأتي لتعزي إذا مرضى فلان زاره الناس وعادوه في المتشفى قيامنا ما زالت من ديننا بفضل الله عز وجل ولذلك الإنسان يرى أن من كرم الله أن دين الإسلام ظهر بأول ما ظهر في منطقتنا العربية لأن هذه المنطقة التي تعرف يعني الشهامة يعني الكرامة يعني الغيرة يعني المرؤة يعني النخوة لكن الغرب إذا كلمت عن النخوة يعني نخوة حتى لو ترجمتها لو ترجمت كلمة المرؤة إلى أي لغة لغة الإنجليزية لغة فرنسية لغة إيطالية بالله علي ما تكون ترجمتها فأنا أريد أن أقول أن يعني القيم والمبادئ التي يعني تربينا عليها في الكتاب والسنة هي التي يجب أن تبقى أما بقية الوافد إلينا نأخذ منها ما يناسبنا ونرفض كل ما لا يناسبنا حتى لا ننذوي وحتى لا نذوب وحتى لا نضيع ونصير أتباع ونحن متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم لا متبعين لهؤلاء ولا إلى هؤلاء ولكن مع الاتباع والابتداء إن شاء الله نتوقف قليلا ونعود إليكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل كونوا معي أهلا بكم مرحبا بكم أحبة في الله مرة أخرى ومع البيوت الآمنة وليس الذكروا كالأنثى هذا ما حدث في الغرب نتيجة أنهم افتعلوا قضية وقضايا متتالية للمرأة أوصلت المرأة إلى هذا الذي وصلت إليه أما نحن بفضل الله فإن ديننا الحنيف يأبى علينا أن نظم المرأة يأبى علينا أن نعقى الأم يأبى علينا إلا أن نربي البنت بما يرضى الله يأبى علينا أن نتعدى على حقوق الأخت يأبى علينا أن نظم الزوجة يأبى علينا إلا أن نصل الخالة ما قال يعني أمي يعني كثير ذنوبي هي كثيرة ذنوبي قال ألك أم قال أمي قد ناتت قال ألك خالة قال نعم قال بر خالتك يكفر الله عنك من ذنوبك صلاة الرحم إذن نحن بفضل الله عز وجل الذين زرعنا القيم والمبادئ التي تتوافق مع الفطرة في قضية رعاية المرأة التي هي كائن ضعيف جسديا ولكن العقل نفس العقل المستوى الدهني نفس المستوى الدهني المستوى الأداء نفس القضية ولكن لها تخصصات أخرى لكن قضية المفاضلة بين أمر وأمر أن الذكر أفضل والأنثى أو فلا يعني وما التذكير وما التأنيث لسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال حتى يقدر أقول الله الشمس أنثى يبقى أقل من الهلال لا هذا مش غارب يعني الله عز وجل لما قال إن الصفة والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عريم فلما نزلت الآية وذهب النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة ثم للحج قال نبدأ بما بدأ به رب العبادة عز وجل فبدأ السعي من الصفة للمروة لكن لم يقل إن الصفة أفضل من المروة لا فقال نبدأ بما بدأ به الله به فلما ربنا يذكر الذكر والأنثى ليس معنا تقديم الذكر أنه أفضل لا بالحكس يعني سبحان الله هو مفضل في أمور يستطيع أن يقوم بها وهي مفضلة في أمور تستطيع أن تقوم بها فإذا استوى الأمران بفضل أو يعني إذا تكامل الطرفان سبحان الله يعني قل لا يستوى الخبيث والطيب لا يستوى الأعمى والبصير لا تستوى الظلمات والنور ولا الظل ولا الحرور ولا الأحياء ولا الأموات يعني إذن إذن ليس وهؤلاء أو ذاك وذاك فيه ذكر وفيه أنثى إذن ليست هذه إيه هذا أفضل من ذاك الله خلق السماوات الأرض ليست السماوات أفضل لا يعني القضية ليست قضية نحن لست في مجال مقارنات ولكن نحن نعقول في إساءة توجهات يعني لابد أن نوجه ما هي مهمة الرجل ما هي مهمة البرأة ما مهمة الذكر ما مهمة الأنثى يعني فيه أمور حتى في الشهادة لا يقبل فاشاة الرجل تقبل فاشاة البرأة بالخصوص الولادات والحمل والأمور الأنثوية تستشعج فيها البرأة لأنها أقرب وحمد سبحان الله وأعلم يعني حتى في العلم الحديث إذا كان حديث ورد مثلا في أمر الجهاد مثلا نأخذ حديث مثلا عندنا حديث لابن عباس وحديث لأمينا عائشة نأخذ حديث من؟ لنأخذ لابن عباس طب حديث الأحوال الشخصية ورد لنا حديث رواته عائشة وحديث رواه ابن عباس نأخذ حديث عائشة لأنها أقرب للحياة الزوجية وللأحوال الشخصية من ابن عباس رضي الله عن الجميع إذن مسألة تفضيل جنس على جنس أو أن هذا لأنه ذكر وهذه لأنه أنثى أقل هذا كلام لم يرد لا في كتاب ولا سنة ولا شيء ولكن هذه موروثاتنا فاستتبع الأمر أن البنت أصبحت متمردة فأحيانا تقلد الولد ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال لأن ورد إليه أن بعض الشباب في دولة عربية معينة من سنتين عملوا إحصائية ووجد 1200 شاب عربي مسلم في دولة عربية مسلمة ذهبوا إلى أطباء التجميل وعملوا نفخ شفاه لأننا نفخنا منهم سبحان الله للأسف الشديد تخيل شاب ذكر رجل أنه عول عليه سوف يكون مديرا في المستقبل سوف يكون أستاذا في المستقبل سوف يكون مهندسا في المستقبل ذهب عشان يعمل نفخش لا أدري لماذا أنا لا أدري أنا لا أدري يعني هذا يجب أن يحول إلى طبيب أمراض نفسية حتى يعالجه يعني شاب ينفخ شفتي طب ليه يبقى لازمه عالج لازم عالج لابد من علاجه طب البنتي اللي بتشبه بالولد نفس القضية لابد من علاجه ولابد أن يعني لا داعي وأنا أهمس في أذن إخواني والفضلاء من أطباء علم النفس أن أو الطباء النفسانيين أن لا يعالجوا أبناءنا وبناتنا عن طريق علم النفس الأوروبي لا لا لابد بنت معقدة يروح يقول لا رحي صاحبي واحد والد مصيبة لا لا نحن نحل مشاكلنا حتى بالطريقة العلمية ولكن من داخل موروثاتنا نحن ومن داخل قيمنا نحن ومن داخل مبادئنا نحن لكن قضية الأمور المختلطة العجيبة التي عندنا هذه هذه الكارثة كبيرة يعني ماذا يقول هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن يقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى وما شرفوا دينهم وما شرفوا رسولهم صلى الله عليه وسلم وما شرفوا المبادئ التي يحملوها فماذا يقولون هذه كارثة كبيرة أنا أريد أن أقول أنه لابد من إعادة ترتيب مرة أخرى في نظرتنا إلى الولد والبنت لا داعي لأن نصغر في حجم البنت من صغرها أنها أقل وأن الولد مفضل وأن الولد هو المقدم وأنه لازم يأكل الأول هو الذي يخرج وهي لا تخرج وأن كذا وأن كذا لا هذه طريقة خاطئة تشحر البنت بالإحبار ونحن لا نريد لبناتنا إلا العزة ولا نريد إلا أن نزوجهم كما قال علي زوجها ممن يتقل لا إن أحبها أكرمها وإن أبغضها فلن يظلمها وأوضل ما نترك لبناتنا يعني يعني الستر والبركة والحجاب والتزاب الدين والحياء والعفاف وصدق النية واليقين هذا ما يجب أن يترك أما بعض الأسر تزجوا ببناتها في بلاد عجيبة وتسافر البنت بدون محرم إلى أقاص البلاد في المشرك وما تروح أستراليا وتروح نيوزيلندا وتروح السويد وتروح حما تعرف في بلاد يعني في غريبة تحت بنت أنها تحصل علما معينا وأنا أقول للذين يقولون أن العلم هو سلاح للبنت أقول أن الإيمان هو سلاحها وأن صلاتها بربها وهو سلاحها وأن حسن تربيتنا لها هو سلاحها وارتبطها بالكتاب والسنة هو سلاحها أما أي شيء آخر فهذا ليس بسلاح سلاحها أن أزوجها ممن يتقل لا أزوجها ممن أرض خلق ودينه أزوجها ممن يغار عليها وزوجها ممن إيه؟ يعني تظهر رجولته وليس الذكورته أن يحتويها وأن يكون اليد الحانية لها أن يكون يعني صدر منشترح لها عقل مفكر بجوارها ألا يستهين بها ألا يحتقر أنوثتها ألا يقلل من شأنها هذه الواجب أن تكون وهذه تقرس في الولد والبنت من الصغر يعني نحن كابا وأمهات علينا دور كبير في هذا في هذا في هذا الإطار لكن بصراحة أنه نرب البنات كما تربت جدتها من قبل لا طبعا جدتها كانت حيية بالفطرة لأنك تنبيئة المحيطة تشجعها للحياة أما البنت الآن فهي ترى ما لا لذ ولا لا طيب لا على شاشات التلفزيون ولا على في الشارع ولا في الجامعة ولا في مكان العمل وسبحان الله العظيم الحياة قد ول من كثيرين مننا إلا من رحمة ربي فواجب أن نعيد المرأة إلى خدرها الحقيقة أو إلى مملكتها الحقيقية وأن نحافظ على كيانها الأنثوي وأن لا نكلفها من الأعمال ما لا تطيق وأن لا نكلفها ونطمع في ضعفها بالتالي في أصداف ضعيفة في المجتمع المطلقة ضعيفة الأربالة ضعيفة البنت التي عنست وأبوها كل ما يأتي عريس يخرج فيه عيب معاه لا 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 هذا لا تصلح لا 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 هذا لا أصلح لا 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 هذا أبو كذا لا لا هذا لم يدرس في المدارس المحترمة يعني درس فيه في الشارع يعني في ناس معقدين وهذه العقد يجب أن لا تنطوي وتدخل في قضية تزويد بناتنا الرسول لم يشترف إلا شرطين شرطين إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وأنا أشجح كل الشباب كل الشباب وكل العائلات أن لما الولد يعني ينهي تعليم فورا يتقدم حتى ولو عنده غرفة واحدة غرفة واحدة تكفي فيتزود أكثرهن بركة أيصرهن مهر وكلما كطرنا وعقدنا الأولاد في مسألة المهور والشبكة والهدايا وكلام من ذا فكلما عقدنا الحلال صار الحرام ميسورا والصحابة والسلف الصالح يسروا الحلال فكان الحرام أمره صعبا فأنا أريد أن أقول وجب علينا أن تكون همتنا وإعلاء قيمة البنت عندنا بأن نزوجها ممن يتقل له لا نبحث عن شيء آخر طالما الحلق والدين والكفاءة موجودين فوقع الله لا داعي لتأخير سن الزواج لأن الولد والبنت إذا تزوجه عصم كل واحد منهم نفسه من ثلثة المساحة التي يلعب فيها الشيطان يعني عصم هذا يقول الشيطان عصم هذا نفسه مني في ثلثين دين يعني ثلثين الدين فليتقل له في الثلثة الآخر وفي حديث من تزوج وقد عصم أو يعني حصن نصف ديني فليتقل له في النصف الآخر أو عنه أو كما قال فوجب علينا أن نرعي هذه المساحة وأن نعود مرة أخرى إلى الكتاب والسنة وإلى قيمنا وحضارتنا ومواريثنا أما أن تنطوي علينا هذه الألعيب وهذه الأفكار الدخيلة فلا يجب أن تكون موجودة في مجتمعنا أحبة في الله يعني أنا أريد أن أقول أن المسلم الصادق هو المسلم الذي لا يفرق بين الذكر والأنثى إلا من طبيعة مهمة فقط أما أن يقول أن الأنثى مفضل على الذكر أو الذكر مفضل على الأنثى هذا كلام تهريج وأنا أهمس في أذان الأباء والأمهات إذا أحببتم ولدا معينا في البيت أو بنت معينة لا داعي لأن نظهر هذا أمام بقية الأولاد لأن هذا يحزن الباقيين وياء الأولاد يكبروا على حسد بعضهم لبعض وأن لا نميز بعضهم على بعض فكلهم أولادنا وكلهم كأسنان المشت لا نفضل فلان على فلان ولا فلان على فلان ولا فلان على فلان نسأل الله سبحانه أن يهب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وأن يجعلنا المتقين إماما لا تنسون من صالح دعائكم ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله مع البيوت الآمنة ونصدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته